بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وبنات التلميذ الصف الخامس لابتداء في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله الاختبار الثاني من اختبارات الوحدة الرابعة بتمنى عمل سابسكرايب أو اشتراك على الكنان مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال رقم واحد ألف ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد تعاقب الليل والنهار سبب حركة الأرض حول الشمس طبعا حبيب العبارة دي خاطئة طب بتقولي خاطئة ليه لأن تعاقب الليل والنهار سببه حركة الأرض حول محورها وليس حول الشمس يبقى إيه لما الأرض تدور حول محورها ده بيتسبب في تعاقب الليل والنهار لسؤال رقم اتنين يختلف طول وكسر الزل على حسب موقع الشمس بالنسبة للأرض هذه العبارة صحيحة يعني مثلا لما نلاقي الشمس مثلا بتشرق من الشرق بنلاقي طول الزل ايه كبير لكن في الزهيرة ووقت الزهيرة بنلاقي ان طول الزل ايه كصير لسؤال رقم ثلاثة عندما تقل كتلة الجسم تزداد جاذبيته طبعا هذه العبارة يا حبيبي هذه العبارة خاطئة ليه لأن كلما تزداد كتلة الجسم كلما تزداد قوة الجاذبية بتاعته سؤال رقم اربعة تستخدم المناظر سنائية العدسة لرؤية الأجرام السماوية البعيدة عن هذه العبارة صحيحة ننتقل لسؤال رقم با عند النظر الى النجوم نرغى بعضها كنقاط مضيقة بنشوفها بنشوف بعض النجوم كأنها ايه نقاط مضيقة فيها السماء والاخرى ككرس كبير مضيق يعني بنشوفها كبيرة شوية اذكر السبب في اختلاف احجام النجوم عند النظر اليها يعني عايزين نعرف ايه سبب ان النجوم لما احنا بنشوفها بنلاقي فيه نجم كبير شوية وفيه نجم صغير فيه نجم واضح فيه نجم مش واضح ايه السبب طبعا بتختلف احجام النجوم عند النظر اليها ليه باختلاف بعدها عن كوكب الارض يعني كل ما يكون النجم قريب من كوكب الارض كل ما بيكون واضح كل ما يكون بعيد عن كوكب الارض كل ما يكون ايه غير واضح يسأل رقم اتنين الف اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد تدور الارض حول نقطة الذي يعتبر خطا افتراضيا يمر عبر الارض من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي الارض بتدور حول ايه احنا بنعتبر ان الخط اللي بتدورها حق عليه الكوكب الارض ده خط افتراضي لكن هو مش موجود لكن احنا بنفترض ان هو موجود الشمس محورها القمر المشترى طبعا ده الارض بتدور حول ايه حول محورها تتحكم رقم اتنين تتحكم قوة نقطة في حركتنا وتوازننا على الارض يترى قوة الجاذبية قوة الرياح الدفع الضغط اللي بتتحكم في حركة التوازن او حركتنا ككل على وجه الارض طبعا قوة ايه قوة الجاذبية هي التي تتحكم في الحركة والتوازن رقم ثلاثة يظهر نقطة بعد التربيع الثاني وفيه يكون جزء صغير من طرف الكمر مضاء فقط طبعا ايه رقم بي السؤال رقم بي اجب عن الاسئلة التالية رقم واحد قد تعوق الاجسام عند سقوطها على الارض نوع من المقاومة حددها يعني انا عندي وانت يعني وليكن مثلا رجل البراشط او رجل المزلط ده بيعمل ايه فيه قوة بتعوقه قوة ايه بتعوقه عند السقوط على ايه على الارض طيب نوع المقاومة دي ايه عايزين نحددها طبعا دي مقاومة اسمها مقاومة الهواء السؤال رقم اتنين دوران الارض حول محورها او حول الارض حول القمر الارض لما بتدور حول القمر بيتسبب في تغير التجمعات النجمية طوال العام حدد الخطأ في العبارة طبعا هنا في خطأ نركز هنا كده ده هنا الخطأ طبعا نقول ايه دوران الارض حول الشمس حول ايه الشمس بيتسبب في تغير التجمعات النجمية طوال العام لسه رقم 3000 اكمل الجمل التالي رقم واحد يعتبر اوريون الصياد من امثلة ايه اوريون الصياد احنا بنعتبره من امثلة ايه ويريت نفهمه ونحفظ ايه هذا المسمى طبعا من امثلة التجمعات ايه التجمعات النجمية رقم اتنين تحافظ نقطة على بقاء الكواكب في مدارات سابتة في حاجة بتخلي الكواكب بتكون في مدارات سابتة لا تخرج عنها طبعا الجاذبية هي اللي بتجعل الكواكب تدور في مدارات ايه سابتة رقم ثلاثة لا يمكننا رؤية الجاذبية احنا بنشوفش الجاذبية ولكننا يمكن ان نلاحظ ايه تأثيرها والدلل على كده هو القلم لما بيقع من يدنا تمام ياللي بيحصل احنا بنشوف تأثيرها ان القلم بيسقط على ايه على الارض لكن بنشوف الجاذبية لا طبعا السؤال رقم بقاء صل ما في العمود الف بما يناسبه من العمود بقاء الظلال الجاذبية لا تؤثر علينا عند السقوط على الارض تتأثر بكتلة الاجسام على طول اقول له ايه اقول له الجاذبية تتأثر بكتلة الاجسام طيب يختلف اتجاهها باختلاف موقع الشمس على الجسم دي الظلال جمع الظل بيختلف اتجاهها باختلاف موقع الشمس عن الجسم بكده يا حبيبي ننتهى من حل الاختبار الثاني صفحة 197 من كتاب سلحة التلميذ على الوحدة الرابعة بتمنى اعمال سبسكرايب او اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد والى اللقاء حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته